صباح الفل صباح الجمال موهبة الضرب هنتسلل ان شاء الله النهاردة مع بعض طبعا في ناس بتسألوا تفضل كده مع نفسها هو انا بالاصل عندي موهبة اه على فكرة كل واحد فينا عنده موهبة ولكن في ناس في بعض الاحيان في ناس بتفتكر انه الموهب بتكون مادية كل كتابة وكل فن ولكن لا كل واحد فينا عنده موهبة مش محتاج بس غير انه يناميها والنهاردة طبعا حلقتنا متميزة انا عندي النهاردة المطربة المتميزة جدا هايدي جمال طبعا البنوتة دي جماعة خرجت اعلان قسم اذاع وتلفزيون البنت دي جماعة التعليم وقف عقا قدامها في الاغاني بتاعتها ولكن هي تحدد دا وفضلت تكمل وغنت ووصلت لحلمها وحبت ان نتوصل صوتها لكل الدنيا ومعنا عم استطيع صوتها هيوصل لكل العالم باذن الله أنا سمعتها قبل ما نطلع هوا عجبني صوتها جدا قلت مش لازم استمتع لي وحدي لازم اخلي كل المشاهدين النهاردة سيستمتعوا معنا بالصوت الرائع والجميل أنا دلوقتي عمال اتكلم معاكم عن الموهبة مش حبين تعرفوها معايا رحبوا معانا ومعاكم النهاردة المطربة المتميزة الجميلة هايدي جمال اهلا بيك شرفتان النهاردة والله بسيعة اهلا بيك قالينا هايدي كده عرفي نفسك اكتر لاستاذ المشاهدين مين هايدي؟ وبدأت حلمها ازاي؟ انا من 13 سنة عرفت ان انا بغني يعني كان الناس وحابه بيغنوا فغنيت معهم ففجأة لقيت ان انا بغني وبقيت حب بلغونة وبسمع اغاني كتير واحدة واحدة بقى لقيت قلت المنت يعني ان انا بغني وعايز اكمل هي اكتر حد يعني كانت سابورت ليه في الموضوع ده وبدأت تغني يعني هي اصلا انا بغدا الموضوع ده من نهاية كتب تغني وهي صغيرة فهي ما سبتنيج بقى من الوقت ده بدأت اطلع حفلات بس مش حفلات قوي يعني بس يعني من انا صغيرة بقى اطلع على ستاج في نادي في الغرف كده لغاية بقى ما خلصت سنوية عامة وبدأت المشوار بتاعي كميل جدا طب اكتشفت مهيبتك ازاي؟ ومن ساعدك فيها؟ هي امامتي اكتر حد ساعدتني فيها رحت يعني انا ما كنتش باقطانية غيلا ما اسمع من حد كبير في الغنى ان انا يعني اوه صوتك حلو فروحت الماستر سليم ساحب كنت سعيدة في سنوية عامة عملي تاست يعني وتقابلت على طول بس وبدلت بقى فترة معا وبعد كده وقفت طبعا عشان خطر الدراسة لغاية ما خلصت بقى سنة رابعة وبدأت بقى بعد رابعة جامعة ان انا اكمل في الغنى جميل جدا ربنا يخليلك مومتك عايز اقولك ما تستغنيش عن حلمك ده واستمري فيه على اكتر حاجة على فكرة قبل ما نطلع عجبتني فيكم يعني عجبتني فيك انه ثقتك في نفسك وانت حبيت تكملي في الحلم ده وما اهمكش كلام الناس هو ما حدش يمو كلام اي حد دي اهم حاجة خلي هدفك وصد عينيك طبعا دي اهم حاجة طبعا طيب ممكن كده تسمعينا حاجة من ابداعاتك بقى طبعا طبعا ممكن تسبني اشتري عمري اللي باقي يقول بك مش عايز اعيش معك عشان لو عشت كله جراح حرام ممكن تسبني اشتري يا عمري اللي باقي يقول بك مش عايز اعيش معك عشان لو عشت كله جراح حرام ولو انت خايف لما تسبني هقابل بعدك حد يصن وانت لو ما بقيتش بت سد كلام انا ممكن اكتبلك تعهد مني اني هعيش لوحدي باقي عمري بس عايش باحترام انا عايز نفسي حتى لو كل اللي باقي من هصوت مانا لو هجم حياتي بيك من غير ما يجي الموت هموت ما بقاش في قلبي ما كان للك ولا حد تاني خلاص مفيش ما بقيتش عايزة حاجات كتير كل اللي انا عايزة اعيش ولو انت خايف لما تسبني هقابل بعدك حد يصن وانت لو ما بقيتش بت سد كلام انا ممكن اكتب لك تحت مني اني يعيش لوحدي باقي عمري بس عايش باحترام جميل الله بجد الله الفني بصي يعني الحاجة الغنى ده حاجة كده فعلا جميلة جدا طبعا في بعض الأحيان كلنا بنحتاج ان احنا نسمع لطرب بقى الوقت وانا زي ما قلت لكم ما حبيتش ان انا استمتع لواحدة في الصوت المتميز الجميل الرائع ده حبيت انه النهاردة كلنا بنستمتع بصوت الجميل بتاعه هيده طبعا بالتوفيق دايما وفضلي دايما في حلمك وما تستهنيش يعني ما تسيبش حلمك ده واستمري فيه طول حياتك طبعا انه بجد حاجة فعلا تحفى بمعنى كلمة بصوت جميل والأغنية مؤثرة فعلا ولها كلمات كده فعلا جميلة طيب ممكن بقيت فيها لما شفت موهبتك وبدأت فيها بحلم كده أول أغنية عملتها يعني أول أغنية الأول أغنية الصراحة انا مش فاكرها قوي عشان ديكت من 4 سنين كنت لسه أول مرة دخل الستوديو بقى واعرف يعني استوديو كده فديكت أول أغنية عملت أغنيتين بس يعني مش من أقرب الحاجات لقلبي يعني فيه آخر أغنية عملتها طيب طيب مين في المطربين عندك شايفة نفسك في المستقبل زيه أو نفسك تكوني زي المطرب ده أكتر حد الصراحة يعني هو مثل الأعلى شايفة في الغنى وكإنسان تم حسني الصراحة أكتر حد أنا حتى قدامي عايز أكون ده طيب تمام دلوقتي جيت إحنا دلوقتي معانا طيب ممكن تسمعين حاجة من تم حسني كده أنا مقدرش أبعد ثانية أنا بعدك ماليش في الدنيا يجمل حب عاش قلبي معها الأيام بقت مشها ياريت ترجع وحش تعنيها حياتي في بعدك انت مش حياة ونسيني ليه بتتعب قلبي ويا ده ما يهنش أبدا علي أنسى تعالى لومني ريح قلبي وارتاح تعالى يا اللي نفسي في حضنك ارتاح جميل بجد جميل جدا وصوتك فعلا متميز وعجبني بجد وفيه صوتك كده فيه حاجة جميلة نبع من قلبك حاجة كده تشدنا للأغاني أكتر والضرب يعني بجد أنا عجبتني ثقتك في نفسك شفناها قبل كده وقلت شفتها قبل مطلع على فكرة وعجبتني جدا ثقتها في نفسها يعني يا جماعة أنا بقولكو خل هدفكو قصد عينيكو وكتهدوا وما تبصوش حواليكو خلي دايما الحلم ونمي موهبتك يعني إلتا لو ما اكتشفتش موهبتك وديت فرصة لنفسك علشان تنمي الموهبة دي مين هيكتشفها محدش علشان كده حاول تنمي الموهبة دي وتدي نفسك فرصة كلنا عندنا مواهب يفضلوا حلموا صدقوا نفسكم وما تيقسوش بدروا مرة واثنين وثلاثة وما تخليش حد يكسرك بالكلام بالإيمان ربنا هينصفك أكيد طيب يا هيدو صراحة نفستك كده عجبني جدا وشديني ممكن كده تسمعيني عاجة تاني من إبداعاتك الجميلة دي نايش ممكن حاجة للشريم بقى أنا مش هفضل كده على طول مش هستنى لعمري عادي أنا مش هسكت لازم أقول قد ما هاخد قد ما هدي أنا مش هسكت لازم أقول قد ما هاخد قد ما هدي أنا دلوتي براجع نفسي قبل ما الأيام تفوت وعشان حاجات تعيش حاجات كتير لازم تفوت مش كبريا لكن بصلح كل شيء في ينكسر ومن الغباء إنك تعيش زي الملاك بين البشر مش كبريا لكن بصلح كل شيء في ينكسر ومن الغباء إنك تعيش زي الملاك بين البشر يعني براجع نفسي يا اللي زمن أنا عشت الغيري أنا دلوقتي هعيش النفسي دي إيه الأغنية دي مؤثرة مجد مؤثرة فعلا ولكن فيها حاجة كده جميلة جدا طيب نشكرك هايدي على الحلقة المتميزة والفقرة الجميلة دي بجد صوتك جميل وهفضل يعني أقول هالك استمر دايما في غناك ده لأنه صوتك فيه شيء كده جميل جدا واستمري وشرفتين النهاردة وشكرا لكم الله يخليك شكرا لكم عزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم مع فن مطربة متميزة جدا المطربة معانا إن شاء الله المطربة نيفين خالد شكرا لكم وارجع لكم بعد الفاصل في فقرة متميزة مع المطربة المتميزة الرائعة نيفين خالد البنوتة دي جماعة بدأت حلمها إنها كانت في دراسة وبدأت الحلم ده واكتشفت موهبتها في حفلات مدرسية وفيه منتج من المنتجين اكتشف الموهبة دي وحب إنه ينميها وينمي موهبتها ويخليها صوتها يوصل لكل الدنيا وطبعا معنا عم بستطيع صوتها يوصل لكل العالم معنا ومعاكم النهاردة البنوتة اللي حاولت تتحدث الصعب وبدرت في حياتها كتير علشان توصل لحلمها طبعا معنا ومعاكم نيفين خالد أهلا بك حلقة إن شاء الله وفقرة متميزة جدا معيك فعلا طيب كده ممكن تقول لنا يا نيفين مين نيفين دي ونيفين إيه اللي عملت في حياتها وتعرفي أكتر نفسك لينا والاستاذ المشاهدي أنا اسمي نيفين خالد كنت في المدرسة بغني وكده بس يعني مثل الموسيقى ما كانتش مؤمنة أو بصوتة يعني كانت بتخليني أنا دايما عزف عد رامز وكده بس فكنت بمثل في المسرح بتاع المدرسة وكنت بغني بمثل وبغني فكنت في المسرحية بعمل بمثل مصرح يعني وكده فمنتج المسرحية قال لي أنت صوتك حلو يعني يجي منك قلت له تمام قال لي لازم تروح تنامي الموهبة دي وتروحي الأبرة فتدربت في الأبرة تحت إشراف دكتور محمد عبدالسطر ودكتور محمد عبدالوهب جميل طيب قالينا كده اكتشفت موهبتك ازاي؟ ومين ساعدك في الموهبة دي؟ يعني كنت بخد أغني في البيت كتير وماما كانت دايما بتحس إنه صوتي حلو بس ما كانتش بتهتم يعني بس فلما كذا حد قال لغني فيه صوتة حلو بقت هي بقى اللي توديني يعني هي اللي ودتني الأبرة وكده هي اللي ساعدتني بصراحة جدا وكان بتتعب معي بتروح معي بروفات وكده ربنا يحفظها لك يا رب أحلى حاجة عجبتني كمان إن انت مستغنيتش عن حلمك وبدرت فيه ومستسلمتش بسهولة زي الناس اللي بتقولك لما بلاقي أحبطات بروح بسكت كده وبفضل خلاص أنا الموهبة دي مش عندي ولكن انت تحدثي دا وده فعلا وإن انت كمان معاك في نفس الوقت بتمثلي وفي نفس الوقت غنى دي حاجة جميلة جدا على فكرة وأنا بشجع الناس اللي هي تكون عندها ثقف نفسها وبتنمي مواهبها وتدي نفسها فرصة في الحياة طيب طب ممكن تسمعين حاجة كده من إبداعاتك يا نيفين؟ طيب هبن أجمد وأكبر ليه؟ وهكسب ايه؟ هيمشي خلاص ومشراجة بقالك تربيت حمل أسايا عليه بموت جواي وببكي على حالي وأحزاني اللي جيالي خلاص ضيعته من إيدي هو وقت الأسوأ كان مالي ونزلت موعي سألاني هيتعود بمن تاني هموت لو راح بجد فعلا الأغنية حلوة وصوتك طبعا أروع وميز الأغنية بزيادة طيب ممكن كده نبين بصراحة عجبنا صوتك طيب ممكن كده تسمعين حاجة تانية طيب ممكن كده نبين بصراحة عجبنا صوتك وممكن كده نبين بصراحة عجبنا صوتك ممكن كده نبين بصراحة عجبنا صوتك جميل جدا بجد صوتك جميل واستمر بدا وما تسيبش حلمك بجد صوتك متميز فعلا وليك كده طريقة جميلة وعلى فكرة عجبتني فيك جدا الثقة في نفسك وطموحك طموحك أني أنت بحب اللي يشارك في كل حاجة وبحب اللي هو عنده طموحات وبشارك في كذا مجال على فكرة أنا بشجع كده دايما وحاجة جميلة وصوتك متميز مع مطربة ومتميزة زيك طبعا بالتوفيق إن شاء الله وللأسف النهاردة حلقتنا انتهت مع برنامج نعم أستطيع ولكن انتظرونا في حلقة جديدة انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج نعم أستطيع افضلوا دايما هفضل أفكركم دايما بمقولة البرنامج هفضل دايما نقول لكم احلموا صدقوا حلمكم احلموا صدقوا نفسكم ومتيقسوش وربنا هيكرمكم أسيبكم مع زملتي هبا صلاح شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته